حكينا عن استقرار الذرة وحكينا انه فيه عناصر موجودة بالجدول الدوري احنا بنسميها العناصر الخاملة ليش؟ لانها ما بتبحث عن اي تفاعلات هي مستقرة مدارها الاخير مكتمل وحكينا كمان انه العناصر الموجودة الاخرى في الجدول الدوري بتسعى للاستقرار عن طريق ايش؟ التفاعلات وبنشأ عنه روابط ايونية وهلأ رح ناخد مثال اخر عشان نعرف كيف هاي العناصر بتبحث عن استقرار لو كان عندي عنصر الالمنيوم الالمنيوم بحتوي على 13 بروتون لما يكون مستقر او متعادل كهربائيا معناه عنده كمان 13 الكترون توزيع الالكتروني شو رح يكون كالقاتي تنين تمانية تلاتة وعندي فلور يحتوي على تسعة توزيع الالكتروني رح يكون كالقاتي تنين سبعة هلا الالمنيوم مع الفلور لما يلتقوا رح يكون فيه مشاحنات رح ينتج عنه تفاعلات ولما يصير عندي تفاعل معناه في عندي ايش رح يخسر الالكترون واشي رح يكسب الالكترون هون الالمنيوم لما يخسر الالكترون لانه هو الاسهل لانه مداره الاخير يحتوي على قديش تلاتة الالكترونات مش معقول الفلور يخسر سبع الالكترونات فالاسهل انه الالمنيوم يخسر تلاتة الالكترونات شو رح نسميه رح يسمى AL plus 3 رح يصير ايون يعني ذرة تحمل شحنة كهربائية والفلور هون ايش بده عشان يستقر عشان يصير مداره الاخير مستقر بده الالكترون واحد معناه هو رح يكسب الالكترون واحد رح يكون F minus برضو رح يصير عندي ايون الفلور طيب في عندي مشكلة انا الالمنيوم خسر تلات الالكترونات والفلور عشان يستقر بده الالكترون واحد معناه انا فعليا رح يكون عندي ثنين كمان الكترونات في المدارات الخارجية مش لاقي حدا يكسبها ببساطة الفلور رح يتواصل مع اخوانه ورح يحكي انا بدي ثنين فلور عشان يساعدوني اكمل تفاعلي مع الالامنيوم ففعليا شو رح يصير عندي الالامنيوم رح يخسر ثلاثة الكترونات والفلور مع اخوانه التنين رح يصير عندي ثلاثة فلور كل واحد منهم رح يكسب الكترون هنا العنصرين رح يكونوا عندي مركب وهذا المركب مستقر ومتعادل كهربائيا وبشوفكم المرات الجاي